ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر لو حد قبل كده قال لنفسه كلمة وحشة عن نفسه وصدقها يفتح الفلاش موبايله ويقوم يوقف لو حد قبل كده حس انه خليكم فاتحين الفلاش حس انه هو فشل ومعرفش ينجح ووصل أو حسنه فاشل يفتح الفلاش ويقوم يوقف طيب اميزن بما اني انا ارادي واقف معاكو ينطبق علي كل الكلام اللي انا بقوله ده انا ارادي واقف فامش هقف بس هفتح فلاش موبايله معاكو بالنسبالكو انا بالنسبالكو انا شخص واحد واقف على ستيج فاتح فلاش اك انه بيدار على حاجة او بيدار على طريق وتائه بس لو انتو ما كنتوش شايفينه اللي انا شايف وانا واقف هنا ان بالنسبالي انا انتو كنتو سما مليانا نجوم وبننسى ان كل نجمة لها قصة ومحتاجة تتحكي ومحتاجة تتشرح وليها حق انها تتسمى اسمحوا لي ان انا احكي لكم قصتي طبعا انا عمي ما حكيت القصة دي قبل كده لحد وما بعرفش احكي قصص اي بس اسمحوا لي ان احكي لكم قصتي وانا عندي 14 سنة خدت اهم واول قرار في حياتي قررت ان انا عايز اخش كلية الطب طيب اشمعنا سن 14 سنة ده مش سن مميز مش وقت مميز وانا عندي 14 سنة جلنا تليفون على البيت بيقول ياسين بابا تعبان في المستشفى ومحتاج تروح تشوفه طبعا انا ما كنتش فاهم اللي بيحصل كنت صغير كنت فاكر ان عادي بابا تعبان هنروح نشوفه وهيروح رحت المستشفى وفاكر كل حاجة كأنها مبارح قالوا ان هتطلعوا الدور الرابع تالت قضع الشمال تاني سرير كان اول مرة شوف بابايا بالمنظر ده وانا مش قادر يساعده وهو تعبان وفاكر الكلمة اللي قالها الدكتور كويس قوي مفيش حاجة في ايدينا نقدر نعملها طبعا وهو بيقول كده لأهلي هو ما بصليش ومهتمش بيا ممكن يكون عشان حاس ان انا كنت صغير او ان انا وجودي مش مهم او ان الكلام ده مش هيفق معايا بس اللي هو ما اعرفوش ان الجملة اللي هو قالها دي مفيش حاجة نقدر نعملها غيرت فيها كل حاجة خليتني اقرر ان انا في يوم الايام عايزة بقى دكتور واقف قدام طفل عن ده 14 سنة واقول له انت ممكن تاخد بابا وتروح رجعت البيت وبتريت ادور وافهم ازاي الناس بتبقى ده كترة وبيعملوا ايه وقررت فعلا ان انا خلاص هسافر وهنجح وهوصل عشان في يوم الايام اقف في حلمي واوصل لحلمي اشتغلت في المدرسة واجبت من اعلى الدرجات خدت اكترا كاريكولر اكتيفتيز عملت فولنتيرينج في كذا حتة وقدمت على ستة جامعات في امريكا تمن جامعات في المانيا جامعة في انجلترا تلت جامعات في سكوتلند واتقابلت خمستاشر جامعة من التمنتاشر جامعة اللي انا قدمت فيها ويشاء القدر شكرا شكرا يشاء القدر ان انا مروحش ولا واحدة واخر جامعة قدمت فيها كلية طب نيوجيزة في مصر هي الجامعة اللي انا دخلتها طبعا رغم اني انا كنت راسم لنفسي طريق ان انا هسيب كل حاجة وابدأ حياة جديدة واشيب كل حاجة وراءة وكل حاجة هتبقى تمام ولكن مش هتبقى في مصر وكان بالنسبة لي ان انا اقعد في مصر ده اول طريق الفشل رغم اني دخلت الجامعة اللي انا عايزها والكلية اللي انا عايزها كلية طب بس كنت حasit اني فشلت وكان فيه صوت جواي يقولي لأ انت ما عفتش تعملё انت قدت عايزه دخلت والحمدللللين انجحت في اول سنة وثاني سنة دخلت قلت لأ انا ما تحطتش على الطريق اللي انا كنت عايزه انا فشلت مش هو دا قنا طريق مختلف تماما علشان انا مسافرتش وعملت لنا كن نفسي فيه به x5تاني سنة جاء لي اول اختبار حسستني ان الطريق اللي اخذته ممكن مش هو اللي انا كنت عايزه بس ممكن يكون طريق صح جالي تليفون تاني مرحباً ياسين ماما تعبانة ومش عارفة تتكلم ومش مركزة تعالي على البيت دلوقتي حالاً جريت من الجامعة على البيت دخلت لقيت أخويا واقف مع مامتي وهي مش عارفة تتكلم ومش فهمة اللي بيحصل وكان بيجي لها جلطة وفاكر بالضبط وأخويا بيقول الماما خدي بس يا ماما السجارة دي وانتي هتبقي كويسة المشكلة دي مش نكتة والمشكلة الاوحش ان مامتي فعلاً خدت السجارة منه بس ساعتها عرفت اتصرف وعرفت اخد مامتي المستشفى وتحرقت بيها واتكلمت مع الدكاترة وعرفت اقف وكون الشخص اللي يقول للمامته انتي هتروحي معايا النهاردة اتحولت من طفل عنده 14 سنة لشاب عنده 19 سنة عرف يعمل حاجة صح تانكيو بس لسه كنت حسيت ان انا فشلت برضو مرغم ان انا كنت على بداية طريق كان فيه مشاعر واحباط وامل وحلم القصر انا ما كنتش عايفة اتعامل معاه وعدت بيها السنين وكنت بنجح لغاية ان انا في يوم الايام كنت قاعد مع صحابي وكلهم مبسوطين وهم عندي في البيت وبنتحك وانا ما كنتش موجود معاهم نهائي كان لسه فيه الفيلينجز اللي انا ما عايفة اتعامل معها تاني يوم وانا بذاكر لكتشر في ليازون سايكايتري في طب العلم النفس قريت كلمة وهي اللي غيرت كل حاجة امبراسة الايام وانا لا تخطر ان اتعامل ان اتعامل ان اتعامل جملة بسيطة جدا اعترف ان انت مش قادر وان في حاجة غلط ساعتها قررت لا في حاجة غلط انا مش كويس انا مش تمام انا لازم ابتدي اغير من نفسي تاريت اغير شوية واكتشفت سنطر ان تخطر ان اتعامل اتعامل نفسي اتعامل نفسي اتعامل نفسي نفسي وغير الطريقة اللي هو بيفقر فيها وويليام جيمز بردو قال ان الطريقة اللي بنفقر فيها بتستابلش حاجة اسمها كناكشنزم أو نيرون الحابت في مخنا بنبقى عملنا عادات معينة وتقاليد استابلشمنت في المخ وانا كنت شرفت ان انا حطيت لنفسي احباط وتشاؤم ودي العادة لانا كنت دخلت فيها ابتديت ادوبت كونسيبت speak to yourself like someone you love وبالمناسبة دي الوالبابر انا عايفنا انتو مش هتشوفوها بس دي الوالبابر اللي على تليفوني speak to yourself like someone you love كلم نفسك مقفولة كلم نفسك كشخص انت بتحبه حاجة بسيطة جدا كلنا عايفينها بس مش بنعملها لما يجي لنا شخص احنا بنحبه متدايق احنا مش بندوس عليه او بنضغط عليه او بنتكى عليه زيادة احنا بنحتويه وبنحبه وبنكلمه براحة طيب ليه ما بنعملش كده مع نفسنا ابتديت اعمل كده ابطل اسمع الكلام اللي بقوله لنفسي واكلم نفسي براحة واقنع نفسي بحاجات تانية وبتاليت اضرب حاجات كتير واشوف الحاجة من طرق مختلفة ببساطة لو انا جبت دي وحطتها قدامكم كده هتشوفوها ايه اوكي رقم تلاتة بس لو انا تلاتة اربعة تنفع لو انا حطتها على الارض ووقفت هنا هشوفها زي الشخص اللي قال رقم اربعة بالعربي لو انا حطتها ووقفت هنا هشوفها حرف الام ou لو حد جعان فيكم ممكنيشوفها مكدونلز لو انا ووقفت هنا هشوفها ثلاثة ولو انا ووقفت هنا هشوفها و ولو انا وقفت هنا مش هشوفها خالص احنا بنبقى شايفين طريق واحد ونبحاطين لنفسنا رسمي طريق واحد هوده اللي هنمشي عليه وهو ده اللي احناحطينه في مخنا وهو ده اللي صح بس الحقيقة اني انت بتتحط في طرق كتير و الدنيا مش بتمشي زي ما انت عايز ولازم تختار الطريق اللي انت تحطيت فيه مش هو ده اللي انت حطيته في مخك مش هو ده دايما هيبقى الطريق اللي انت هتمشي فيه وانه الطرق التانية قدامك مفتوحة كتير ساعتها لاحظت الواقع اللي أنا كنت فيه مش الخيال اللي أنا كنت عايشه في مخي او برسمه في مخي اننا المفروضة علشان انجح بدرست بره ووصل لنا فيه انا دلوقتي ياسين المحبوب في كلية طب بسنة ستة في اخر السنة ليا ولما بصيت ورا اكتشفت ان اول شخص اساعده هو مامتي واول عملية احضرها كانت الروباط الصليبي بتاع ابن اختي واول شخص اقوله انت عندك كانسر واقف معي لغاية لما يخف هو كان خالتي شكرا لما بصيت اكتشفت ان ايه ده انا فعلا وصلت مش هو الطريق اللي أنا كنت عايزه بس انا وصلت والمرا دي كان طعمها احلى لان الناس اللي أنا قدرت اساعدهم هما كانوا اهلي واكتر ناس انا بحبهم وكت اول مرة امسك موبايلي واحط فيديو انلاين وانا بشتغل في اللعب بطبيعتي وانا بحب نفسي واكتشفت ان انا لما حبيت نفسي وحبيت اللي أنا بعمله الناس برضو حبيتني وقدرت اللي أنا بعمله وبتريت اعمل فيديوز اكتر وشارك للناس حياتي اكتر وشارك للناس انا بعمله واجرب ده واجرب ده واشوف الحاجة من كذا وقتنع ان فيه كذا طريق ممكن ياخدك على الحتة اللي انت عايزة وبقيت انا الشخص اللي بسببه ناس كتير قوي اتطوعت في مستشفى 57 تقلاتة 50 عشان انا اتطوعت بقيت انا الشخص اللي الناس بتارت تفهم ان كل حياة وكل روح ليها ايما عشان انا انقص باربغان صغير وساعدت ان هو يمشي بقيت من الستودنس اللي بقوا واول ناس يعملوا ابحاث علمية في الجامعة بعد لما انا كنت فاكر ان انا مش زيهم مش شاطر زيهم ومش هنجح وبقيت الشخص اللي بشجع الناس ان هم يتكلموا عن وصحته من نفسية علشان انا اتكلمت عن الاكتئاب وان انا كنت بعاني بيه اللي انا عايزة اقوله ان انتو زي ما قلت بتفسموا طرق كتير في مخكو وممكن تكونوا حطين طريق واحد هو ده اللي متخيل انه هو هيوصلك على اللي انت عايزه مش هو ده الطريق مش هي دي الحاجة الوحيدة فيه كزا طريقة هتتحط فيه سيبك من الطريق اللي انت رسمته في مخك اللي انت خيل انه هيخذك على حتة اللي انت عايزه وقدر الطريق اللي انت موجود فيه وما تحاولش تحفر في حاجة مقفولة الحياة مش هتمشي زي ما احنا عايزين ولازم نقدر انها لو ما مشيتش زي ما احنا عايزين ممكن نمشي معها في طريق تاني ونوصل اللي احنا عايزين وانا عارف ان الكلام اللي انا بقوله اسهل من الفعل بكتير وانا فيه كتير مننا ممكن يكونوا خايفين انا كنت خايف قبل ما اجي هنا وكنت خايف قبل ما امسك موبايل وكنت خايف قبل ما اعمل حاجات كتير بس قبل ما سيب المدرسة حد من my favorite teachers ادتني القراسة دي اللي مكتوب عليها if it scares you it might be a good thing to try القراسة دي معايا بقالها سبع سنين دلوقتي وقبل ما اعمل اي حاجة وببص عليها لو بتخوفك يمكن هي دي الحاجة اللي انت محتاج تجربها انا عارف ان الكلام اللي بقوله صعب وممكن كتير ما يستوعبوش بس صدقوني لو انتوا فتحت مخوقوا الدنيا ممكن تمشي احسن ممكن توصله لانتوا عايزينه وعايز اقول لكم لو انتوا خايفين او مش حاسين انتوا هتوصلوا او مش مقتنعين اعرفوا ان عادي ان احنا نبدأ تاني وعادي ان احنا نمشي في طريق تاني وممكن نوصل وحتى لو اللي احنا ما حطناهوش مخنا هو اللي هيودينا الحتة اللي احنا عايزينها فيه كذا شكرا يا طيارة فيه كذا طريقة ممكن نوصل بها ولو نسيتوا افتكروا نفسوكوا وانتوا واقفين قدامي سماء مليانة نجوم مش شخص واحد واقف على فلاش بيضاعي على حاجة وان كل نجمة فيكو ليها قصة ومحتاجة تتسمعها thank you thank you اقفل من مايك بقى قبل ما افضح نفسي واقول حاجة تانية